الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على النبينا محمد أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذه السلسلة أسماء صبياني من الصحابة الكرام واليوم على الحلقة الثانية ونبدأ على بركة الله تعالى فنقول عن اسم الثالث عشر أدعيم التغلبي وولد استفتاه الصبي بن معبد التغلبي عن القيران بين الحج والعمرة ووقع ذلك في سنة إبي داود وآخره قال الصبي وإني أهللت بهما معا فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أربعة عشر أربد بن جبير ذكره ابن إسحاق في من هاجر الحبشة والمدينة وشهد بدرة هذا فضل عظيم جدا خمستعشر الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي مشهور الرجل هذا في السيرة النبوية الشريفة يكن أبا عبد الله وهو من السابقين الأولين قيل أسلم بعد عشرة 16 أزهر بن عبد عوف الزهري القرشي عم عبد الرحمن بن عوف ووالد عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عن الصحابة جميعا 17 أزيهر مولى سهيل بن عمر له صحبة 18 أسامة بن زيد بن حارثة الحب بن الحب لماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه زيد بن حارثة واعتزل أسامة الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه شهيد الدار الذي قتله المنافقون والخوارج قبحهم الله ثم مات بعد ذلك أسامة عام 54 في أواخر خلافة معاوية رضي الله عنه وقد روى عن أسامة من الصحابة أبو هريرة بن عباس رضي الله عنهم جميعا وروا عنه من كبار التابعين أبو عثمان النهدي وأبو وائل وآخرون وفضائله كثيرة وأحاديثه شهيرة ونحبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبه وإن سبه المنافقون ما همنا همنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين نقلوا هذا الدين ونقلوا هذا القرآن تسطعش إسحاق الغنوي وهو أخ أم إسحاق الغنوية الصحابية هاجر إسحاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهناك ثاني وهو إسحاق بن سعد بن عبادة الخزرجي أخو قيس أولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وله رواية عند أبي داود عشرون أسد بن عبيد القراضي أحد من أسلم من اليهود وكذلك أسيد بن سعية وذكرت قصة إسلاميهما مع ثعلبة بن سعية في كتابي مسك الختامي في سيرة خير الأنام صلى الله عليه وسلم صفحة مائتين وعشرة واحد وعشرين أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي النجاري أبو أمامة قديم الإسلام شهد العقبتين يعني بيعة العقبة الأولى والثانية وكان نقيبا على قبيلته ولم يكن في النقباء أصغر سنا منه وأول ما صليت صلاة الجمعة في المدينة النبوية على يد هذا الرجل كما في سنن أبي داود جمع بالناس في منطقة يقال لها هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات أول صلاة جمعة في المدينة النبوية قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وكانوا أربعين رجلا حرة بني بياضة قرية على بعد ميل من المدينة وبني بياضة هؤلاء بطن من الأنصار كلمة نقيع يعني بطن من الأرض يستنقع فيه الماء فترة فإذا نضب الماء أنبت الكلأ ورجل أيضا ثاني يقال له أسعد بن حرام الخزرجي أحد قتلت ابن أبي الحقيق وهناك ثالث وهو أسعد بن يربوع الأنصاري الخزرجي الساعدي قتل في اليمامة وهو يجاهد المرتدين رضي الله عن الصحابة أجمعين 22 أسلم بن عميرة الأنصاري الحارثي أحد من شهد أحدها 23 أسمر بن مدرس الطائي له حديث واحد هذا الصحابي أخرجه أبو داود بإسناد حسن قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له في أحد ناس في الرياضة التقيت قال هذا الأمر ما سمعت به أنكر الحديث في يوم الأيام كان بينه وبين رجل آخر خلافا فقال له هذا الحديث فقال ما أعرف هذا الحديث طيب كونك ما تعرف هذا الحديث جهل منك هذا الحديث موجود في سنة بداود وحسن بعض الناس تنكر ما لا تعرف ولا حول ولا قوة إلا بالله العليا العظيم 24 الأسود بن خزاعي الأسلمي وهناك رجل آخر يقال له الأسود وهو الأسود بن عف الزهري أخو عبد الرحمن أحد العشر المبشرين بالجنة أسلم هو وأخوه عبد الله يوم فتح مكة وثالث وهو الأسود بن نوفل بن خويلد ابن أخي خديجة جدتنا رضي الله عنها كان من المهاجرين إلى الحبشة الهجرة الثانية وهاجر إلى المدينة بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر